بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في المحاضرة الحداشرة لـ Design and Analysis of Algorithms المحاضرة دي ان شاء الله هنتكلم على String Matching String Matching من اللي نحنا عندنا ندور على String جوه String ثاني أكبر هنتكلم ان شاء الله هذا على أربعة Algorithms الأولاني هو Naive Algorithm Straightforward Implementation ثاني Algorithm اسمه Wrapping Carb وده معتمد فكرته على الهاشنج ثالث Algorithm Finite Automata ده فكرته ان انا بعمل State Machine ومن State Machine دي بتساعدني ان انا وانا بدور عارف Speed Up عملية الماتشنج أما اخر Algorithm هو Most Efficient هو بتاع ثلاثة أسر تعملوا مع بعض نصف ده من أشهر الناس الكمبيوتر scientists وموريس وبرات او اختصار الكمبيوتر او اختصار الكمبيوتر الماتشنج هو عبارة ان انا عندي باترن P عايز ادور عليه جوه String أطول بنسميها Text او T T ده size بتاعه N في حين P size بتاعها M انا بعايز الاقي كل مش مجرد اول او اول match انا كأني وانا بدور انا هبتدي من اول مكان ممكن ادور منه لو كأن الشفت بتاعي بتاعي بزيرو انا مفيش محتاج Shifting في ال S بزيرو وهفضل ازود الشفت ده كل مرة بواحد لغاية ما الاقي اول match ما بين P وال T عند S بيساوي سري لغاية ما بوصل في الاخر اجرب اخر ماتش اشوف هينفع ولا لا بقى لما P تبقى توصل الاخر خالص دوت معناها N ده M ودي N فالمسافة ديت N مينس M فده اقصى shift عندي هو ال N مينس M انا ببتدي من زيقه لغاية N مينس M بجيب كل shifts ديت واللي بي match بعمله output كماتش هنستخدم نوتيشة معينة هي capital sigma ودي بنتكلم نقصد بيها على الالفابت هي possible symbols اللي عندي جوه الباترن يعني في الكيس اللي عندي ديت انا الليترز اللي عندي اليونيك هي A و B عددهم بيفرق معايا في بعض الالغوثم عشان بيدفين الكمبلكستي بتاعتي لو قارننا ال four algorithms من ناحية الكمبلكستي فالنايف اللي هو قلنا كانو output force implementation هو مجرد بيجارب كل shifts من زيقه و N مينس M وبالتالي عددهم N مينس M بلاس 1 وعند كل shift الورست كيس ان هو يتست ال M characters اللي جوه P يقارنهم بال M corresponding places اللي جوه T فبالتالي complexity هنا ممكن تبقى quadratic أو M order of N وبين كارب و finite automatic وال KMP بيستخدموا حاجة اسمها pre processing ان هو الباترن بتاعي P بيعمل عليه pre processing عشان في الاخر بيطلع information معينة او table معين زي ما نشوف بيفيدوا ان هو يصرع عمليات الم matching بعد كده فهو بيعمل P processing لل P وبعد كده ال information اللي طلع بيها يستخدمها في الم matching عشان تصرع الم matching process هو صحيح الربن كارب أو of the same complexity as naive بس دي دي وست كيس ودي صعب قوي ان هتحصل الا في كيسز نادرة قوي يعني فحين naive دقيبا دي ال average case بتاعته ان هي quadratic الربن كارب لو ال average case هنلاقيها ان هي حوالي theta of n ان هي تقيبا linear الفانات automata هنلاقيها ان هي بتاخد P processing M times دي مقصود بيها هي عدد ال values اللي في ال alpha bit بتاعتي في ال pattern في ال pattern زي ما شوفنا ان لو كان فيه 2 characters يقعناها دي 2 ولو كان اكتر تبقى كذلك فدي تبدو الى حد ما ان هي complexity عالية شوية بس في الجانب الاخر الماتشنج بتاعها theta of n اما KMP هنشوف ان هو بيقدر ياخد ال pre processing بتاع الفانات automata يعملها بطريقة اسكة شوية فيخفطها خليها theta of n بس وبرضو الماتشنج بتاعه theta of n فعشان كده هو most efficient algorithm among all يعني طيب امتى يكون كل algorithm من دول suitable هو صحيح النايف ممكن يعتبر ان هو بس احنا لو متكلم على n و m صغيرين قوي فالنايف هيبقى بما انه مالوش hover head فبالتالي ممكن يبقى اسرع فعالية practically the same speed as الباقيين فمش لازم نستخدم complexity قوي جدا ل comparison تكون صغير قوي لو ال n n بخمسة او بعشرة او m كذلك فمش محتاجين نستخدم الagonses معقدة الagonses معقدة الagonses معقدة دي more efficient مسلا لو نتكلم على بنتدور على string هو فاريولات كتيرة قوي فمحتاجين دينة تبقى efficient لو ال n كبير قوي ما نفعش تبقى ال m تضرب كمان في ال n هيزود complexity جامد فالنايف string matching انا ادخلي التكست والباترن p ال n هي لنث t ال m هي لنث ال p هعمل follow shift من 0 n م كل مرة هشوف هال الباترن بتاعي من واحد ال m equal للتكست من s plus 1 لs plus m فدي في حد ذاتها o of m أوكي ليه o مش theta لان احنا لو اي كاركتر مش بيماتش مش بنكمل بيت الماتشنج فهي o of m مش theta of m وبالتالي اجريز متى كله o of m m plus 1 عدد shift times m يعني ببساطة لو مشينا وراه عند s ب zero start بتاع t ماشي مع p هنقرن هنقرن ال a هنلاقيها بتماتش c وال a مش بيماتش فهنوقف هنروح نزود shift فنقرن ال a ب c هنلاقيها مش بتماتش فهنوقف هنروح ل s بساو 2 هنقرن ال p بال t هنلاقيها بتماتش فهنوبط اول ماتش هنبقينت الماتش دوت وعندي s ب سري هنا هيماتش هنا بيمسماتش فهنوقف لو حابينا نشوف ايه بتاعت اه الارجورد نزود هي لما تبقى or n على اتنين هيبقى ساعتها تقريبا or of n square ناخد بالنا ال m لو زادت قوي بقيت قد n لو n equal to m هتبقى ساعتها دية n minus n تقريبا ترين بواحد بلاس ون فبتالي كانتها ومامة times m اللي هي n لان هي كانت لو p نفس طول فانا كانت بقاماتش شمال واحدة بس بقارن ال p بالتي مباشرة فبقيتش بقيتش كوتراتك الماكسيمم هنا مش في الاكستريم الماكسيمم هنا في ميت بوينت لما تبقى ال m بساوي n على اتنين لو ال m ب zero او حتى لو m ب واحد فبالتالي دي اقل يعني رسمنا ال m هي وشفنا total complexity هلاقي بتاعها في النص وعملها بعد كدة بتقال ليه بقى احنا ممكن نعرف نحن نبطميز ال naive algorithm اي algorithm اصرع هو فعاليا بيعرف يتفادى ال waste اللي بيعمله algorithm تاني لو فيه algorithm بيعمل حاجة متقررة من هاش لازمة redundant هو عارف يوفرها فبالتالي بيعرف يصرع ال algorithm هنلاقي ان احنا ال algorithm ال naive مش بيستخدم ال information من previous iteration يعني عند shift معينة واحنا بنقارن اكتشفنا اكتشافات معينة ما استفدناهاش في ان احنا نوفر وقت بعد كدة فمسلا في اول iteration عند S في 0 السي مش بيتماتش ال A طب طالما لقينا السي مش بيتماتش ال A و السي شخصية مش موجودة في P فاحنا مش بحتاجين نعمل iteration S في 0 واحد اصلا لو يمكن نلاقي السي جوه ال P اصلا اوكي واني حاجة تاني حاجة لما احنا لقينا match هنا احنا قريدي لقينا ان ال A بتماتش ال A والA بتماتش ال A والB بتماتش ال B احنا ما نيجي نشافت احنا فعلايا بنقارن دلوقتي ال A بال A والB بال A كده بنقارن دلوقتي الدراجة من اصلا احنا قريدي واحد من match دي المفروض قريدي نستنتج ان ما يفعش ال next shift ان هو يماتش ليه لان A B ديت بيش بيتماتش ال A A طب ما دي تابطة معقدة قوي هنشوف ان احنا الجراز مت بتعرف تستفيد من information ديت ان هي تعرف تتفادها بتحسب S بس واحد و S بس ثلاثة اوكي هي دائما بتعمل المفيد بس طول الوقت اول algorithm في اللي بستخدم P processing هو رابن كارب هو فكرته بسطة جدا ان هو ال pattern P بيحسب له hash وال text T عند كل shift هناخد ال M characters اللي عند shift الحالية نحسب لهم hash وبالتالي لو قارنا ال hash بتاع P مع ال hash بتاعة T او الجزء بتاع T لو هما بمش بيساوي بعض يبقى عايف من بتاين هما خلاص مش بيماتش فالتالي خلاص وفرنا نحن نقارن character by character طبعا تهتقول لي مولهاش شخصيا اخد M steps عشان نحسابه لا هنشوف نحن نعرف نحسابه بطريقة اسرع فلما هنقارن كل هاش ل P بكل هاش عند كل shift لو هما مش equal يبقى خلاص لو equal ممكن يكون فيه collision مش شرط يكون equal برضو ساعتها بس هنقارن character by character في ال M characters عشان نشوف بيساوي بعض ولا لا نفريفاي هل هما بيماتش ولا بيمسماتش الفكرة بس الوقتي هي ان ازاي نoptimize ان احنا نحسب ال hash عند كل shift s لان ده لو حسبناها في complex t M بالتالي ما بناش حاجة لازم نحسبه في constant complex t الفكرة ان كل M characters في t هاخدهم وحسب لهم hash وليكن الفنكشن بتاعتي بتاعة ال hash هي most 13 انا عندي text طويل كله اقام وانا بماتش اقام فانا هفترضي ان رقم ده كأن 3115 اعمل له most 13 يطلع لي 7 لو قرنتوا بال hash بتاع P ساعت عقدة را عرف هل هما ببدئيا كده مش بيميسماتش اصلا فبالتالي مش محتاجة يقارن ال M digits مع بعض ولا بيماتش وبالتالي ممكن احتاجة تشيك هل هما بيكولايد ولا هما فعلا تجو ماتش فانا كأني التكست تي دوت كل M digits هحسب لهم هاش وشفت كل M digits هحسب لهم هاش فانا كأني هحسب وعدي يشوف مين فيها بيساوي الهاش بتاع P نفترض ان الهاش بتاع P هو فعليا سبعة وانا فعليا قصلا بدور على ال P دوت فانا لما همشي في اللسة دية هلاقي ان السبعة بتماتش ال P فهقارنها digit by digit بال P فهلاقيها بتماتش فديزا بالتماتش اغلب الوقت هتبقى الهاشز مختلفة فبالتالي بتغفع عليها وقت ممكن بس يبقى فيه اوبرهيد لما يبقى فيه يبقى بالصدفة عندي سبعة برضو اجي اقارن ال P بال subset او sub string بتاع T فلاقيها بتماتش في الهاش لكن لما اجي ماتش الكاركتر فلاقيها مش بتماتش وبالتالي اعرف ان هي مش true match طيب ازاي بقى احسب الهاش ب constant complexity بقدر m complexity لو انا مبدئيا حسبت اول هاش او عند اي هاش في النص حسب ال 1100 و 1515 دي طلعت لي الهاش 7 لما الموتس يتوني طلعت لي 7 وانا دلوقتي عايز احسب الهاش الجنبي عند الوقتي حسبت ده طلع لي 7 لما عايز بقى اشفت الويندو بتاعتي اصلايد الويندو بحيس اخد الاتنين واطلع التلاتة انا عايز احسب الهاش الجديد اللي هو 8 انا ممكن استخدم الهاش السابق فانا انا احسب الهاش الجديد ليه؟ او احنا اعتبرنا ان دروت هو رقم 31000 و 15 انا قريدي حسبت 11000 و 15 مود 13 وعايز احسب الوقتي 14152 مود 13 يبقى انا خطت راتين الف ديت طيب رحت منها التلاتين الف عشان نحلص من التلاتة اوكي واحد تلاتين الف ناقص تلاتين الف طلع لي 1415 انا عايز احط التو جنبيها فبقى اذا انا اضرب فتن فاطلع لي 1450 واجمع الاتنين فاطلع لي الرقم بتاعي فانا الروحت تلاتين الف ديت لو طرحت ناقص تلاتين الف وضربت في عشرة عشان شفت واجمع الاتنين وعملت المود 13 انا كده حسبت الهاش الجديد لو استخدمنا البروبيترس بتاعة المود ان انا ممكن اخش اطبق المود على الروحت تلاتين الف دي هطلع لي الهاش اللي انا حسبه 7 اوكي العشرة الاف دي اللي عمل لها مود 13 هطلع لي 3 فبالتالي يبقى بسط ال 2 numbers دول 7-3 times 3 ده كله times 10 plus 2 مود 13 انا لا حسبت ديت ده كله عملت مود 13 هطلع لي في الاخر التمانية اللي انا عايز اوصلها طيب هل انا كده اعقاد التانية اعقاد الدانية انا تعالوا نشوف احنا الهاش الجديد اللي عايزين نحسبه هاش بس بلاس هو الهاش بتاعة الاربطاشة الف هو الهاش بتاع الواحد تلاتين اللي هو السبعة ناقص ناقص الديجت تلاتة اللي هو كأنه تي اوف اس بلاس وان التكست تي عند الشفت اس بلاس وان اوكي هندرب بعد كده في تلاتة التلاتة دي كونسطنت اللي العشر تلاف دي ثابتة معي انا عند كل هاش بحسبه انا كده كده دول الباترن طوله خمسة فانا كده كده بطرح تلاتين الف تلاتة طايمز عشر تلاف فالعشر تلاف السابتة طول الوقت هي معتمدة على طول الباترن فجفن باترن معين هيبقى رقم ده ثابت هحسيبه مواحدة بس فهو عشرة power الام مينس وان اوكي واحسيب له مود ثلاثين هتلع لي هي التلاتة ديت وقف عليها الكونسطنت وان هو كونسطنت بالنسبالي مش هتغير ما بين كل شفت والتاني انا بس انا بشوف مين هتغير ما بين الشفت والشفت الاخرى وبعدين ده هضربه في عشرة فده كونسطنت تاني مش بيضغير وبعدين زائد الاتنين اللي هي الكاركتر اللي عند تي اوف اس بلس ام بلس ون وفي الاخرى ده كله بعمل له مود فانا بكورك اني بيعود في الاكوشن دي الهاش القديم اطرح منه الكاركتر دوت اعمل عملية الحسابية ديت واجمع عليه الكاركتر الجديد واحسب المود كده بحسبة الهاش الجديد في كونسطنت تايم فبالتالي الالجوريزم التفصيل given text t pattern p دي في حالتنا هتبقى هي كأنها 10 والq هي بعمل مود كام فالن هي length of t الام هي length of p h ديت هي كأنها العشرة الاف مود تلاتاشر فالدي باور m-1 هي كأنها العشرة الاف مود تلاتاشر كده حسبت كأنها التلاتة وبعدين هاحسب الهاش بتاع اسمه 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 بتاع الهو نفس الحكاية هاملها عشان احسب الهاش الاولاني لT. كده اخش بعد كده بفولو باجهر كل الشافتس. الاولة تست P مع TS اللي كانت تزيره في اول مرة. لهم بيماتش يبقى هشوف هل هم بيكولايد بالصدفة ولا هم بيكولايد بالصدفة فهقارن بيكولايد بالصدفة للP والT. وبعدين بعد ما بقارن اجي احسب الهاش الجديد طول ما اس لسه موصلتش لاخر شفت عندي. هحسب الهاش الجديد اللي هو TS plus one given TS والكاركتر اللي بشيله وكاركتر اللي بحطه. زي ما قلنا بتاعة الجرزم دوت هي اه ممكن تكون كوادراتيك لكن الافريج كيس انا فعليا هبقى الافريج كيس بقارن عدد مقارنات قليلة والعملية المشكلة هي المقارنة ديت الام ستيبس اللي عند شفت معاينة بس دي مش عاملها الا في حالات تتعدى الصوابع. فانا كاني الافريج كيس بتاعتي هي N minus N plus one. اوكي. هي دي بتاعتي زائد عدد المرات المحدودة هندفين على انها الكونس تايمز ام. يعني مسلا هنا في حالة دية قارنت مرتين الباترن بالام آآ ديجيتس في تي. فبالتالي هي كانت او ام. اوكي? فده كأنه في الاخر هيقول لان هي O O of N plus M. الفاناة اوتوماتا فكرتها ان انا بعمل بتاعي وانا باخد الباترن بي بعمل له state machine. اوكي? بحسب التابل ده بتاع state machine او زي ما هو مرسوم كده بحيس يبقى اسهل آآ كفيشولايزيشن. وهي من state machine دي بمشي على التكست. بفضل ماشي على state machine دي. ببتدي من state zero. لو في اي وقت وصلت لل state سبعة يبقى انا لقيت الباترن بي. اوكي? لو فيه مسماتش اعمالها تحصل فانا عمل بجمى بين states. لغاية اما اوصل لاخر التكست. وبقى لسه ما وصلتش لسبعة فابقى مش لاقي حاجة خالص. او في اي مرة في النص باوصل لسبعة بقى اربط كل مرة البلائية. فالفكرة ان انا الباترن بتاعي ببتدي من state zero. او انا عملت ماتش الاي صح بروح state one. لو عملت ماتش لبي صح بروح state two وهكزا. فاللاين ده هو بتاعتي اللي هي طول ما انا ماشي صح بفضل ماشي next state. فلو وصلت السرعة معناها لقيت كل دي في تي. فبالتالي كده لقيت الماتش بتاعي. طيب لو في النص لقيت حاجة مختلفة على انا متوقعه. ابتدي بناء على اللي ان لقيت وقت الوقتي. ارجع ل state سابقها. فمثلا انا منفروض بادي عن state zero. لو لقيت ايه? هروح ل state one. لو جاي دي حاجة تانية غير ايه? باجع تاني state zero. احنا بس في الجراف دوت مش رسمين اه بتاع لو احنا رجعين لزيرو. عشان بس تبقى دانية ابسط شوية. لكن انا بس اطلقها في التابل. هلاقي اللي انا في state zero. لسه بادي من الاول خالص. لو جاي بي او سي. هافضل في state zero. مش هتحرك. انا كايني باجع. في حالة البي والسي. لو انا وحت مثلا عند state one. انا على state one مستني البي. فانا عند state one. مستني نجيب البي. عشان اروح ل state two. لو جاي لسي. سي دي معنا انا محتاج اجعل زيو. لان انا سي دي ولا بتماتش اول واحد ولا تاني واحد. لكن لو جاي ايه? لو انا كنت في التكست اول حاجة بادي معا ايه? فانا واحد لل state one. وبعدين جاي بعد كده ايه تانية. فانا هنا عند state one s بيسير واحد. هنا اسم معناها state من shift. state بواحد جاي ل ايه تاني. ده كده معناها مش بماتش الاي بي لانا مستنيها. لكن ده يعني ان الايه داية تنفع ان انا هبتدي اه شفت جديد او هبتدي من جديد من عند الايه داية. فهخلي state تفضل عند واحد. ان انا دلوقتي هبص كأني بادي من هنا. واشوف البعد كده ايه? اوكي. فانا لو انا عند الايه وجاي بي. لو انا عند state one وجاي ل ايه برضو هفضل في state one. طيب لو انا عند state two معناها ان حتى الان لقيت ايه بي. اوكي? فال state two. طيب انا مستني ل ايه. لو جاي ل ايه يبقى اروح لل state three. لو كان هنا ايه هروح لل state three. بس لو هي مش ايه. لو هي كانت بي. لو كانت بي. يبقى ده كده مش بيماتش اي حاجة. من الاول. بي بي دي مش بتماتش. ايه بي. فبالتالي احتاج ارجع. فنلاقي هنا. انا بستيت دو. طو وجاي بي او سي. فانا هنا محتاج ارجع لستيت زيرو. انا كده مش لايه حاجة مفيدة. ويه لو انا كنت ماشي صح لقيت اي بي ايه. طيب لو انا وصلت لستيت ثري. انا مستني بيه عشان اروح لفور. اوكي? لو جاي لي حاجة تانية. فبالتالي محتاج اشوف انا لوقتي معايا ايه. لو انا هنا فانا ازا معايا ايه بي ايه. لو ما جاليش بي وجالي ايه? يبقى بالتالي ايه دي بتنفع بداية جديدة. طيب محتاج اروح لواحد. اما لو جالي سي. فطب ارضو معناها ان انا اروح محتاج اروح لستيت زيرو لان مش نافع حاجة خالص من لقيته. طيب لو كنت عن ستيت فور. عن ستيت فور. انا مستني بايه عشان اروح لستيت فايف. لو جالي بي او سي. معناها انا حاليا عندي اي بي اي بي طالما انا في ستيت فور. اي بي اي بي. نكليه عشان تبقى ديني اوضح شوية. انا في ستيت فور. فانا عندي اريدي اي بي اي بي. انا مستني يجيني الاي عشان اروح لستيت فايف. لو جاني بي يبقى بي بي دي بتنفع ليش في حاجة. معناها هروح لستيت زيرو. هرمي كل اللي فات ده. مش هتشكل في النص لما ياش لازمة. هروح لستيت زيرو مباشرة. وكذلك لو السي. لو انا في ستيت فايف. عند فايف انا اريدي معايا الجزء دوت جوة تي. اوكي? وانا مستني سي عشان ديني بتماتش الباترن. لو لقيت سي هيروح ستيت سيكس. بس انا مسلا نفتغط في التي لقيت ان هي كانت اي. لو كانت اي. معناها ممكن اروح لستيت وان. لان كل اللي فات دوت مفيش حاجة سبست بتماتش. اه الباترن بي. اما لو كان دي كان بي. لو التكست فعليا كان جواه. اول خمسة دول كانوا صح. اي بي اي بي اي. عملنا ده ماتش. بس لقيت بعد كده بي. اوكي? زي ما هو الوضع دوت. انا كنت هنا في فايف. كل ده كان ناجح. بعد كده لقيت اللي جاي دي بعد كده بي. بي دي فعليا اي بي اي بي بتماتش اول اربعة في بي. اوكي? هيبوزلت لي الكانت ماتش اللي انا كنت بلاقيه بس ممكن ابتدي من جديد ان انا اروح لستيت فور. افترض ان الاربعة الاخرين دول صح وحاول اكامل عليهم. فلو لقيت البي هروح لستيت فور. اكي? هنا في التكس دوت هنلاقي ان احنا هنلاقي ايه تاني فنرح لستيت فايف. وفيستيت فايف هنلاقي سي فنروح لستيت سيكس. وبعد كده هنلاقي ايه? هنروح لستيت سبن معناها انا احنا كده لقينا ماتش كامل. اكي? لو جاءنا اللي احنا لسه بنبنيه. المفروض لو احنا فيستيت سيكس لو جلنا ايه? هنروح لسابن. لو جلنا بي او سي هنلاقي ان الباتين بقىanne اللي واحنا هنا فده معناها اللي جاي معايا. اخر حاجة سي. انا مستني ايه بس مكتليش ايه جات لي بي او سي. معناها جات لي بي او سي. سي بي او سي سي. اللي اتنين دول مش مماتش اي حاجة في بي. فعناها ان انا انا هروح لستيت زيرو. وكل الكلام دوت ملوش لازمة. هرميه. تمام? اما بقى الحاجة المهمة كمان ان انا فارد انا وصلت لسيفن ان انا خاص قريدي وصلت ولاقيت الماتش بتاعي. فانا برضو هكمل ماتشنج. ليه? انا ها اوبوت ده. بس احنا قلنا احنا منضغي على كل او كيرانس. فحتى لو في او كيرانس بي اوفرلاب مع التاني. فانا عايز ابتدي الماتش الجديد من جوه دي. بمعنى انا هنا وصلت الوان ماتش. انا اللي بعد كده بي. بي دي فعليا. مع الايه بتكون بداية ماتش جديدة. فانا هساعدها لو جالي وانا في ستيت سبن لقيت بي. فانا اروح لستيت تو ان ده كأنه بداية ماتش جديد ابتدي ابص من تاني. اما لو كان ايه? لو اللي هنا ده ايه? فبعناها ده ينفع ان انا اروح لستيت واحد وابتدي من الكاركتر ده واكمل. اما لو جالي سي فبعناها ان ده ما ينفعش تكملة لأي ماتش. فسيب السي دي وهوح للبعد كده انا ماتش منها. انا جايلي التكست تي. انا مفترض ان التابل اولي اتبنى هنشوف ازاي هنبنيه اللي جاية. وهيجي لي كمان ام اللي هي طول الباترن بي. انا الوقت مش هحتاج بي خلاص. انا يكفيني التابل بتاعي. انا محتاج ام عشان اعرف ايه الستيت الاخير اللي وصل لها عشان او بوت ان انا لقيت ماتش. فانا الكراكتر جوا تي. الاي من واحد لطول تي. كل مرة هشوف التي اي الكرانت كاركتر في تي. مع انا عند اي ستيت. وشوف الستيت الجديدة بتاعتي هي مين. انا عند اي ستيت. هشوف الكاركتر جديد تي اي دوت. هانترسكت الكولوم عند تي اي مع جوة عند ستيت معينة. اعرف ستيت جديدة بتاعتي مين? اللي هي كيو. وافضل الماشى على ستيت ماشين ديت لغاية ما لاقي كيو بي ساوي ام معناها وصلت للاخر. فها اوكوت ان انا لقيت عند شفت اي ماينس ام. طبعا ما وصلت هنا. يبقى الشفت البداية بتاعتي. هي الكونت اي. انواقف فين? مينس ام. يبقى الفكرة عشان ابني التابل دوت. اه دي اللي عايزين نانكس فيها دلوقتي. عشان نتكلم عليها هنتكلم على حاجتين. حاجة اسمها بريفكس. حاجة اسمها صافيكس. البريفكس هي مجرد ان انا بتكلم على بداية اي سترينج. لو انا عندي سترينج معي انا اس. فالبريفكس بتاعها هو اول جزء فيها. اما اخر جزء في سترينج بنقول عليه صافيكس. ده مجرد بس تسمية عشان انا محب اقول اول جزء في سترينج هقول بريفكس. واخر جزء في سترينج هو اسمه صافيكس. انا لو وصلت فوقت ان ده مش بتماتش معي. زي الوضع الحالي. اي بي اي بي اي بي. ده مش بيماتش الباترن بتاعي. فانا محتاج اجعل تقول لي ان اه فيه ممكن اتستارت منه للخطوة الجاية. فانا لقي ان اي بي اي بي. بتماتش اي بي اي بي. اذا انا استيت فور. ازي احنا هنا في استيت فايف. اه الكاركتر اللي لقناه كان بي. فبالتالي هي اي بي اي بي اي بي. انا هروح لستيت فور عشان الصافيكس بتاعتي بيماتش البريفكس بتاعت بي. تمام? فانا كاني تابل ده عند كل مرة بيحصل مسماتش. بشوف انا وصلت له. ايه اطول صافيكس جوة بيماتش افضل بيفكس عن بي. وبالتالي الطول دوت بيجبه هو الاستيت بتاعتي. انا هنا لقيت افضل اجباعة بيماتش الاجباعة في بي. فبالتالي هروح لستيت فور. لو بصينا على الجوازم اللي بيبني التانزيشن تابل بتاعنا. جاي لي كايمبوت الباترن بي. والسيت اف يونيك كاركترز اف بي سيجما. هنست الام هي لنس اف بي. وبعدين عايزين نحسب التابل فانعدي على كل الروز. هنسميها كيو. الكيو هتمشي من زيرو لام. الستيتس من زيرو لسبعة. ام في الحالة بتاعتنا. وبعدين فور ايتش كاركتر. الفيب والاسمه ايه. ده مش كاركتر ايه لا ده فيابه الاسمه ايه. بيبي لانج للسيت سيجما. كل مرة عايزين نحاول نشوف ايه احسن صافيكس بيماتش البريفكس. فنحسب فيها باسمه كي. الكي دوت هيبتدي من كيو بلاس اتنين وبعدين نطرح واحد فكأنها من كيو بلاس ون. فلو اخدنا مثال لو احنا عند ستيت فايف الكيوب فايف. فبالتالي الكي هتستارت من كيو بلاس اتنين. المنموم ده مجاهد عشان ما نخرجش بره. الام بتاعت. فالكي هي كيو بلاس اتنين ماينس ون. اللي هي سيكس. كل مرة عايزين نشوف هل بي اوف كي. يعني بي اوف سيكس. اللي هي كأنها من واحد لستة. اللي هي الجزء ده. لو الفيكس اوف بي. هل هو الصافيكس بيماتش الصافيكس. دي معناها صافيكس. انه دي اخر لسترينج. ليه? بي كيو مع ايه? بي كيو اللي هي اول خمسة في بي. تمام? ومعهم اللي هي الجديد اي اللي معنا. فاحنا عشان هنزيل نحسب عندي كل الاندريس ديت. مرة الايه. الفيرب اسمه ايه هيبقى بيساوي ايه. ومرة هيساوي بي. ومرة هيساوي سي. فركزنا على الكيس بتاعت. ان الفيرب اسمه ايه دوت. هو عبارة عن الكاركتر بي. فاحنا كاننا منقول هل بي. من واحد لخمسة. زائد بي. ده كده هو الناحية لي مين? بيماتش الناحية الشمال. اه بي سيكس اول ستة كاركترز. اللي هي من ايه لسي. فالكلام ده غلط. هي كده 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 بي سيكس هي كانت بي وان وفايف زائد سي. فدي مش بتساوي دي. فبتالي هيحصل ايه? ان احنا هنجع نخش جوه اللوك ديت. ندكريمنت الكي. فالكي على لова مينة بي حاليا بي هي فعليا. هل هي صوفيكس هي tra bildه مع ايه? وذلك بي سيكس بي سيكس معها ايه اللي هي b? بي سيكس اللي هي A B. A B. A B. A B. فهل دي صافيكس كده معناها صافيكس دي هلاقي بتماتش اخر خمسة لا. فهل الكي تاني. الكي هتبقى اربعة. فبتاني هنسأل هل هي عبارة عن اي بي اي بي زي ما احنا شايفين هنا هي صافيكس لآخر لبي سيكس آآ اسف بي فايف زائد بي فنلاقي ان دي صافيكس دي وبالتالي كده هنخرج من اللوب وانسأل ان عند التابل بتاعنا عند ستيت كيو وكيس بتاعت بي هيبقى بتاعتي هتبقى اللي هي اربعة اللي هي بتاعتي بتاعت البست بي فاكس. طيب ده كده كان الارجوزم بتاع الفانايت اوتوماتا. نبتدي نخش نشوف بيشتغل ازاي. هو فكرته انه كان انه اخد ال الف اي. وبدل ما كان التابل تو دي. هو هيسكويز التابل يخليه وان كولوم. اوكي? هو مش هيقعد يحسب لكل لتر ايه وبي و سي انا اعمل ايه لما يكيدي دا ولا دا ولا دا? هو هشتغل بس في حالة لو في مسماتش. لو في حالة الماتش ملاش لازمة ملاش لازمة ان احنا كاكا ماشين سريت فوض من آآ ستيت زي والغاية ستيت ام. فاللي هنكز عليه هو كيس المسماتش. فانو عندي مسماتش. طبعا يبقى في واحد بس منهم هو اللي بيماتش والباقي بيمسماتش مسلا. ففي حالة المسماتش انا مش هقود اشوف في حالة بي اعمل ايه وفي حالة سي اعمل ايه? لأ انا هشوف قبل المسماتش دا ايه احسن؟ صفيكس بيماتش البيفكس وارجع له. واشوف بقى لو لو حطيت البي او حطيت السي اتشيك هل في مسماتش? لو في مسماتش تاني. وهكزا. ده يخفض البي بدا لما كانت بتاخد عدد اللاترز هيبقى ام بس. كمسال لو احنا اخدنا بتاع الاف اي دوت وحايدين نشوف ازاي مسكويز للكم بي. فلكم بي هوم جار كلها هيحسبه ان هو عايز يحسب الباي تيبل دوت. اوكي? لو هو 1D بدل ما يبقى 2D. الاي وبي اي حطينهم بس عشان تبقى الدنيا اوضح. احنا هنعرف فاريب الاسم كيو. كيو دوت هيهولد كونستيت. هو اللي كانو بي بوينت وماشي مع التابل. بدل ما احنا كل ما بنماتش. بدل ما احنا كل ما بنماتش بنفضل نزود الستيت اه في التابل القديم دوت عالفاضي. هي كيو دوت كل ما هيلاقي ماتش هيفضل مباشرة. هيفضل ماشي بانكريمانت لغاية ما يوصل لاخر التابل معناها هلاقا ماتش. مبدئيا. الكيو في الالجوريزم هتبتدي بزيو. فالكيو بزيو لو احنا او الكاركتر مستنينه هو ايه? وفعلا جلنا فهنزود الكيو تبقى بواحد. جلنا بيه تبقى كيو باتنين وكذا. تلاتة اجبارها خمسة ستة سبعة. اوكي? طيب بعد ما وصلنا لستيت كيوب سيلن وعملنا ماتش خلاص. المفروض دلوقتي نشوف احنا ممكن نبتدي ماتش جديد منين? احنا زي احنا شايفين الايه ديت اللي اخر بي تنفع كبداية لماتش جديد. فعشان كده هيبقى هنقول ان احنا نجع لستيت وان. نبتدي نكمل من عندها. اوكي? فدي اول واحدة حسبناها. دول هنشوف هيجوا منين. فاحنا كده كلمنا على حكاية بنعمله ازاي? طول ما احنا الدنيا بتماتش مزبوط ونفضل في الكيوب. اللي تحت ده بننجاق له لما هيبقى احصل ميسماتش. اللي فدك كله كان في حالة ماتشنج. في حالة المسماتشنج. هنشوف كيس كيس لكل المسماتش اللي ممكن تحصل. او المسماتش لو انا في ستيت زيرو. انا وفقود مستاني يجي لي ايه? فلو جاي لي بي او سي زي ما كان في التابل بتاع الفينات اوتوماتا. فانا هفضل في ستيت زيرو. كيو هتفضل بزيرو مش هعمل حاجة. دي اول سيمبل كيس. تاني كيس لو انا في ستيت واحد. فانا مستاني بعد كده. عايزة ماتش بي. بس فعليا جاي لي ايه او سي. زي ما كان في التابل جايلي ايه او سي. هو دايما هتلاقوا الستيتس اللي في التابل دوت هي وان ستاب بفور الستيتس كلها اللي هنا. فهو هنا ببقى ان البي مش بتماتش. فهو هيروح لستيت زيرو تاني. اوكي? فبحيس هو في ستيت زيرو. لو جاله الايه يروح لواحد. لو جاله السي يفضل في زيرو زي ما هو. بعد كده احنا في ستيت تو. ومستانين يجلنا ايه? بس بعد ما اجلنا الايه? جالنا بي او سي. اوكي? فبرضو هيروح لايه احسن? اه في الجزء الحتى الان. فما فيش. البي دي مش بتماتش كسوفيكس بتماتش لأ. فبتالي هيروح لستيت زيرو. اللي هي نفس اللي كان في بتابل بتاعة الاف ايه. بعد كده راحنا عن ستيت ثري. ردي ماتش اي بي اي اي. نستانين نجلنا البي. بدلا ما جلنا البي جلنا ايه او سي. طيب. فالف ايه تيب والكامبيرن. يا بتروح الواحد يا لزيرو. حسب هي ايه ولا سي? لو ايه بيروح لواحد لو سي بيروح زيرو. ده الفانات اوتوماتها بيعمله. هنا اللي هيعمله هيروح فين? هيشوف ايه اللي بي اريدي? بيماتش في الصوفيكس. ايه الصوفيكس? اللي بتماتش بيفيكس. هنا هلاقي لانث ون. فيحط واحد. اوكي? وبالتالي هيعمله انه هو لما يبقى هنا في كيو بساوي سري ويحصل مش ماتش. هيروح لكيو بساوي واحد. لما هيروح لكيو بساوي واحد هيجعل تشيك تاني. هل ايه او سي? او هيجعل تشيك تاني هنا. مستني بي عشان يكمل جالو ا 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 فبالتالي هي مسماتش فهيروح هيجنب فين هيلاقي الزيرو ويروح لكيو بساوي زيرو. ودائما لما بيحصل مسماتش بياخد الفاليو اللي هنا يقضيط بيها الكيو. طيب لو احنا عن state for already هو ماتشد اي بي اي بي. فلما يجيله حاجة مختلفة عن الايه اللي هو متوقعها. جاله يا بي يا سي. فاذا انا هو يشوف الصوفيكس هنا بيماتشد بيفيكس هيلاقيه لانس تو. حسب النيكست اللي هو بي ولا سي. هيبقى لما هيجنب لستيت تو. هيجع هو مستني ايه جاله بي او سي اللي هو برضو هيمسماتش. فيروح يابديد تاني يروح لستيت زيو. اوكي فهو بيعملها على كزا مش ستيب واحدة انه هيجع لزيو. برضو راحنا عن state five. احنا ماتشد اولادي اي بي اي بي اي. فنلاقي ان الصوفيكس اللي بيماتش البريفكس هو اوفلانس سري. اوكي. هو كمستني سي مجالوش سي. كالو اي او بي. فيقول انا رجع الاحسن حاجة عارفها اللي هي اي بي اي. هيرجع لستيت سري. لما هيجع لستيت سري. هدوقتي ايه? يجالو يا اي يا بي وهو مستني بي. هيبقى مستني بي. اوكي. فلو هي فعاليا كانت اي مش بي. فهيرجع تاني بستيت واحد. لان كده مش بيماتش. هيجع الاحسن حاجة عارفها. ان هو هيجع لستيت ايه. وعند ايه? هو مستني بي. بس هو فعاليا كانت ايه? تي سيكس باي? مش بتماتش البي ديت. فبالتالي هيجع لزيو خالص. اما لما احنا جعنا لتري. وكانت فعاليا تي اوف سيكس هي بي مش ايه? فبالتالي دي بنتماتش البي. فساعتها هيبقى تو. فيكمل بقى الماتشنج عادي. ويزود الكيو خليها بقبعة. ويشوف هل الباقي بيماتش ولا لا. فالاجرزم شخصيا هو بيعتمد انه عنده التابل دوت فورماتشنج. الباقي تابل. بيجاب اجاله التي والبي. هيحسب الان والام. ويحسب الباقي تابل اللي هشتغل عليه. وبعدين بيبتدي بستيت زيرو. يخلي كيو بزيرو. ويمشي على التكست تي. من واحد الان. اللي هو بتاع تي. الجزء ده. لو هو بيمسماتش. الجزء ده لو بيماتش. لو بيماتش. لو بيماتش. لو بي عند ال next state. عند كيو بلاس ون. بتساوي الكاركتر اللي عن تي اي. هيقعد يزود ال state بتاعته الكيو بواحد. اوكي. لغاية لما يوصل الكيو بيساوي M. يبضل يلوب في الفورلوب ده. تلاقيات ما يلاقي الكيو بيساوي M. يبقى ايزا هي output اللي لقاه. وبعدين يخلي كيو بتساوي pi of q. يخلي كيو بتساوي pi of q. هي pi of 7. اللي هي بواحد. يرجع ال state واحد. لان ال a ديت بتماتش ال a ديت. طيب. المهمة بنسبة لنا هو الكيس بتاعت المسماتش. ان هو لما يحصل مسماتش. طول ما كيو اكبر من zero. وال next character اللي هو متوقعه مش بيساوي اللي جاي في تي اي. هيخلي كيو بيساوي pi of q. يرجع في التابل. طيب احنا مسلا state five. الكيو بفايف. اوكي? وهو مستني يجي له c. اوكي? وما كانوش c. جالو مثلا بي. هل يعملوا ان باي هتساوي اه. كيو هتساوي pi of q. فكيو هتساوي three. فكيو هترجع هنا. فلو هول next character b. هيزود الكيو وروح بقى ل four وهكزا. اما لو كانت الكاركتر ده باي. فلما يرجع هنا. هيتشيك. انا عايز بي. لقيت اللي عندي ايه? يبقى ازا هيجع تاني الone. انا مستني بي اللي عندي ايه? هيجع تاني الزيو. تمام? ده اللي 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 بتعمله. تفضل تيجع في التابل طول ما فيه مسماتش بيحصل. طيب ازاي نحسب? هو ببساطة. احنا شرحنا في النص بس انا عاد عليه تاني بتركيز. كالجوريظم المبسط. قبل ما نشوفه in details. اول step دايمن. بايف واحد بزيرو. دي دايمن بزيرو. بعد كده من اتنين لام. هيعمل follow up q من اتنين لام. كل مرة هيشوف اللي هو equal للنفس البريفكس بتاعت p. وهو ده اللانس اللي يحطه في بايف كيو. هي بسيطة جدا. يعني لما نيجي عند كيو باتنين. هنشوف ده ايه بي. هل فيه suffix بيماتش البريفكس? لا. اللانس بزيرو. هنا الصوفيكس ايه بيسيرو بيفكس ايه? فاللانس بواحد. هنا اللانس باتنين. هنا اللانس بتلاتة. هنا اللانس بزيرو. هنا اللانس بواحد. اكده البساطة بنينينا التابل اللي احنا محتاجينه في الماتشنج. طيب الكود اللي هنبني بيت تابل ده شخصيا انترستنج. هلاقي ان الكود اللي بنبني بيت تابل هو تقريبا شبه مطابق للكود بتاع الماتشنج. ده الكود بتاع آآ بناء التابل. ازاي نحسب التابل. لو رجعنا التابل. اس هلاقيه مشابه جدا. عندنا واي لوب. واف. نفس الحكاية. هلاقي عندنا الواي لوب طول ما احنا مش بنماتش. جوه نفس التابل بتاعنا اللي احنا بنحسبه. احنا بنحسب اجزاء. الاجزاء الحساب نها دي بنستفيد بها نحنا نحسب الجديد. وطول ما احنا بنماتش هنفضل نزود الكي. نمشي عليه كالاجزامبل. اهو نفس الفكرة اللي احنا شرحناها. باي واحد بزيو. اوكي. الكي بزيو. الكيو باتنين. فاحنا نبتدي الكيو. وسادة كي. الكيو. الكيو باتنين. الكي انشال بزيو. هنيجي هل كي اكبر من زيرو. كي مش اكبر من زيرو. هنيجي هنا نتشيك. هل البي اوف كي بلاس وان اللي هي بي اوف ون بيساوي بي اوف كيو. اللي هي كيو اوف اتنين. هل دي بتساوي دي? احنا بنبص على كيو باتنين. فهل دي بتساوي دي? هل الصوفيكس بساوي بيفيكس? لأ. فالكي مش هتزيد. هنخش نستور بي اوف تو بيساوي زيرو. باي اوف تو بيساوي زيرو. هنيجي نزود الكيو. هتبقى الكيو بتلاتة. الكي بزيرو. مش هيخش في الوايل لوب. هيجي تشيك هنا. هل بي اوف تلاتة. اللي هي الايه? بتساوي بي اوف تلاتة بواحد. اوكي? هو كده بقى انه الكيي شايلاله اطول ماتش. فالكيي حاليا اطول ماتش بواحد. فلما نيجي ناست ستاب عند الكيو باربعة. اوكي? الكييي اريدي واخده في اعتبارها ان اطول اه صوفيكس ايه الوقتي هو ايه? لما اجي بقى احط معا البي. اوكي? او هنا هيتشيك الاول في الوايل لوب. الوايل لوب الكي او اكبر من زيرو. بس الكيو بلاس وان بتماتش بي اوف كيو فمش دي مش هنطبق. هيجي هنا هيلاقي ان بي اوف كي بلاس وان هي بي اوف تو. بي اوف تو هي بي بتماتش بي اوف فور. البي بتماتش البي. والاي اوريدي كبتماتش الاي من المرة اللي فاتت. فاي بي بتماتش الاي بي. فالكيه هتزيدتها بقى باتنين. طول افضل الماتش اللي هو تو. فبتالي عن ستور تو ديها. الناست اتريشن. الاي بي اي هتماتش الاي بي اي. فيخلي التابل بثري. الناكس اتريشن عند ال سيكس. هيجي هيلاقي ان الكارترز مش بتماتش. فيعمل ايه? هيجع يخلي الكيه بيساوي باي اوف كيه. الكيه هتبقى باي اوف كيه. فالكيه اللي هي بتلاتة عند باي اوف كيه هتبقى بواحد. هيجع جواب الاي بس. هل الايه اه جاي بعديها السي بتماتش اي بي? لأ. الصافيكس ده مش بيماتش البي فيكس دوت. فيجع عن نفس التابل يخلي الكيه باي اوف كيه بيساوي زيو. وبالتالي هيست في الاخر ده بزيو. هو يكمنه بيماتش بي مع نفسها. فهو استخدم الباليوز اللي قبل كده السابقة. الباي سابقة البي. اه انه يفضل يرجع في التابل عشان ييماتش بي مع نفسها. فهنلاقي في الاخر ان الالجوريز مزود هيحسب لي نفس الباليوز اللي احنا متوقعينها. وده كده يكون نهاية احنا متوقعينها. احنا متوقعينها.